سهل خير عامليني يا رب اكونوا خير طاقعة برج الكوس لأول اسبوع من شهر يناير الفين تلاتة عشرين وهبدأ بالجانب المهني دعم الزملاء خلال الاسبوع هيكون سبب في الارتياح لمواليب برج الكوس نسبيا يعني نسبيا يعني مش بنسبة كبيرة نسبيا اللي هو يعني فاللي انا عايز اقوله لما زمايلك يكونوا بيدعموك انت كمان دعمهم يعني بدلهم نفس الدعم ده كله بيخلي فيه اجواء حلوة في الشغل ده غير كمان ما يخليكش تحس بالشغل والوقت بيعدي بسرعة غير كمان فيه كتير من مواليب برج الكوس منتظرين عمل جديد وهيكون فيه فرص عمل وهيتم كمان توظيفهم ودي حاجة يعني اتمنى انه يكون صحة دي طبعا توقعات الغيب محدش يقدر عرفه غير ربنا احنا منستفيد بين دردش النصايح الفت انتباهك من خلال نصيحة او خليك تاخد بالك من حاجة افكرك افكرك كده يعني المهم يعني ان انتو فعلا لما يكون فيه ناس معاك في الشغل كويسين قوي علاقتهم معهم حفظوا على العلاقة دي كمان وربنا يا رب يوفقكو ويديكو القوة يا رب ويديكو كمان الحكمة الجانب العاطفي بقى هبدأ بالعزاب حاجة كده قريتها بخصوص العزاب لقاءات مصيرية لها مستقبل من اشخاص يبدو انهم مناسبين دي حاجة كويسة لو فعلا فيه اشخاص انهم مناسبين بس احنا مش المفروض ان احنا نعتمد على التوقع ده المفروض ان انت لما يكون فيه شخص فيه اعجاب او فيه بداية ارتباط او الهتمام نبتدي نشوف تفاصيل الشخص ده ونشوف عيوبه وميزاته لازم تدوري على العيوب لان العيوب هي اللي هتكمل بعد كده لو الارتباط كمل وبقى فيه جواز لو العيوب بالنسبة لك مقبولة وتعدي وعيوب عادية اللي هي في البسيط ولكن لو العيوب صعبة فيها اهانة اه يعني شكتي في التربية بتاعته ان مش متربي تربية كويسة كل دي حاجات بيجذب كتير دي عيوب ما ينفعش يتبني عليها بيت وما ينفعش تكملي حياتك مع حد كله على طول بيجذب ممكن يجذب مرة لكن فيه ناس على طول بتجذب بتجذب ده شخص يا امه مريض يا امه اه يعني شخص مش ينفع يكسب ثقة تيك ده بالنسبة لك وبالنسبة لك لازم برضو تشوف هي ايه وعي عندها الوعي الكافي من ناحية يعني ايه بيت ومستقبل بتشاركك اه فيه عيوبها بالنسبة لك برضو مقبولة ولا لا دي اهم حاجة وربنا يا ربي بعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة المتزوجين بقى والمرتبطين التواصل مع شريك حياتك هيكون سهل جدا ده المكتوب التواصل ما بينكو هيكون سهل عايز اقول يعني هيكون بسيط يا ريت لو التواصل مش بسيط ويكون الفيديو ده رسالة ليكو للي بيشوفوني مرتبطين او متزوجين يا ريت بسطوا انتو التواصل ما بينكو سهلوها على بعض عارفين انتو لو بسطوها على بعض سادوني الدنيا هتمشي والامور برضو هتستقر بشكل برضو يعني لحد ما بنسبة كويسة جربوا جربوا بلاش تدقيلوا على كل حاجة جربوا تفوتيلوا وانت جرب تفوت شوية كده يعني بسطوا الامور بلاش حتة ان احنا نقف لبعض على حاجات ممكن ما نقفش عليها دي برضو من ضمن تبسيط الامور وربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير الجانب العائلي تجمعات عائلية لمناسبات سعيدة ودي حاجة كويسة دايما العيلة كده تتجمع على سعادة وهو منها برضو الناس يعني او اللي هيشاركوا العيلة ويتجمعوا معاهم هيعيش وقت حلو وقت كده فيه سعادة وده من الحاجات اللي برضو بتحسن مزاج الواحد وبتخلي موده كده حلو ومبسوط فياريت تشاركوا يعني في الاوقات اللي زي دي محدش يكسل يعني العيلة اللي متها بتبقى حلوة ربنا يا رب يجمع كل عيلة دايما على بهجة وسعادة وفرح ومحبة خش بقى على الجانب المالي الامور المادية مستقرة بالنسبة بالنسبة يعني غالبا يقصد زي معريض بالنسبة الليلة طبعا لو الامور المادية مستقرة وكله تمام دي حاجة كويسة ولكن على قد ما نقدر نتجنب المصاريف اللي ينفع نتنازل عنها ياريت نتنازل عن حاجات ما تكونش الدنيا هتقف عليها في حاجات ممكن نتنازل عنها نتنازل او لو مش نتنازل نأجلها للشهر الجاي لو ينفع انتو كل واحد ادرى باموره وظروفه بس انا برضو حابب الفة الانتباه لا ربما حد يقدر يراجع نفسه ويشوف في حاجة ممكن يأجلها ويتنازل عنها ربنا يا رب يرزق الجميع اما لاصحاب المشاريع مكاسب ممتازة على مدار الاسبوع المفروض ان اصحاب المشاريع اللي موالي بورج الكوس هيحسوا بمكاسب ممتازة ده المكتوب على مدار الاسبوع وبرضو حابب برضو اقولي الكلام اللي واقوله بمناسبة ان احنا داخلين على سنة جديدة هتضيف ايه للمشروعك هتبتدي عامل خطة او بلان ايه للمشروعك لازم تشوف احنا داخلين على حاجة جديدة وانت كمان نضيف لمشروعك حاجة جديدة شوف ينفع توسع على ايه توسع قاعدة العمل بتوعك توسع حاجة داخل المشروع تضيف حاجة للمشروع بحيث مثلا منتج جديد فيعني المهم انت اضيف حاجة في السنة دي علشان ان شاء الله على نهايتها تيكون مشروعك افضل من السنة الفين واثنين وعشرين ربنا يا رب يديكم الحكمة ويزيد ارباحكم ويوفقكم اما اللي عايزين يبتدوا مشروع من موالي بورج الكوس فهو اسبوع مناسب لديه مشروع حابب افكرك وافكرك لو انت ما عندكش خبرة ما تدخلش في مشروع ما عندكش خبرة فيه لما تيجي دخل على مشروع لازم تبتدي تدرس ويكون دارسه كويس وعارفه كويس ولو ما عندكش خبرة وفيه متاح قدامك ان انت تشتغل في المشروع ده اشتغل قبل ما تعمله عند حد في نفس المجال ده لحد ما تعرف كويس او تجمع حتى على اقل اربعين خمسين في المية كخبرة من المشروع بي عندك خلفية من نسبة مش اقل من خمسين في المية علشان ما تبقاش فيه مخاطرة كبيرة عليك وربنا يرشدكو الجانب التعليمي طلاب برج الكوس يجب الحفاظ على وقت النوم للافادة في الدراسة يعني عشان ده ما يجيش يعني بايه يعني يكون ليه رد فعل عكسي في الدراسة النوم طبعا لازم تنام والساعات اللي هي اللي انت لازم تنامها علشان تعرف تركز وده هيبخليك تقدر تستوعب المادة بشكل افضل وهيخليك تركز وده غير كمان انه هيثبتها في دماغك فلما يكون فيه نوم نام بلاش تمسك الموبايل ولا تمسك الموبايل نامي ونام نامك الساعات الكافية وصحة زاكر واشرب كده كوبايت النسكة فيه الشاي ايا كان اللي بتحب تشربه المهم ان انت تاخد عدد ساعات النوم الكافية علشان تقدر تركز احنا في وقت انتو محتاجين تركزوا فيه عشان انتو حققوا النجاح اللي انتو عايزينه اكيد اي طالب بيشوفني او طالبة يعني اكيد عايز ينجح فان شاء الله ان شاء الله ناجح لكل الطلبة دي كانت تقعب بالكوس لأول اسبوع من شهر يناير الفين ثلاثة عشرين لو عجبكم الكلام ده او لفت انتباعكم الحاجة تنسوش دعموني بلايك لو مش مشترك او مشترك او مشترك اي ريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوعها انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة اصبت لكو لنك الفيديوهات في الوصف في السكريبشن تحت اردو فكرة شكرا وليكو سلام